كان اليوم الذي فتحت فيه نجلاء حساباً على الفيسبوك نقطة تحول في حياتها فقد أصبح شغلها الشاغل والموقع المفضل لديها تنضي بها الساعات الطوال دون أن تشعر بمن حولها خاصة والدها القعيد بعد إصابته بشلل نصفي رغم اشتياقه لها وطلب رؤيتها أكثر من مرة ولكنها لم تزره رغم أن حجرتها ملاصقة لحجرته كما كانت لا تجد وقتاً لتكلم والدتها أو تساعدها في أي شيء وكذلك شقيقاها الأصغر منها لقد كانت كالغريبة في المنزل تقضي نهارها وليلها من رسالة إلى دردشة ومن تعليق إلى رد أو إعجاب ومن صفحة لأخرى ومن شريط فيديو إلى آخر كل اهتمامها هو زيادة عدد الأصدقاء لمجرد الإحساس بأن دائرة علاقاتها ومعارفها كبيرة دون أي تمييز بين الصالح والطالح ثم أدمنت بعد فترة السهر كل ليلة تسامر صديقاتها وتتابع أخبارهن حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر حينها يغلبها النعاس ويزين لها الشيطان الفراش فتنام دون أن تصلي وفي الصباح لا تستطيع الذهاب إلى جامعتها ثم انتهى بها المطاف إلى الانقطاع عن حضور الدروس بشكل نهائي وبينما هي على هذه الحال وذات يوم حدث بالبيت هرج ومرج ولكنها لم تعر للأمر أهمية ولم تنتبه إلا على صرخة والدتها وارتطام جسدها على الأرض في بهو المنزل وهي تصرخ مات والدكم كان خبر وفاة الأب كالصاعقة على أمها أما نجلاء فقد كانت صدمتها قوية وتأنيب الضمير لا ينفك عنها لأنها لأكثر من عام لم تفكر أن تفتح غرفة والدها لتسأل عنه وتطمئن عليه حيث كانت تؤجل رؤيته حتى فات الأوان ورحل الأب دون أن تسعد ناظريها برؤيته نهضت نجلاء من أمام الكمبيوتر وفي حزن شديد قبلت رأس والدها وبكت بجانبه والأسى والحزن يعتصر قلبها ولم يخفف مصابها إلا آيات من الذكر الحكيم يتلوها صوت ندي تسلل إلى مسامعها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حينها دعت الله أن يغفر لها تقصيرها في بر أبيها وأمها وشقيقيها وتركها لصلواتها وقررت أن تفتح صفحة جديدة وتعود لدروسها وجامعتها وأقسمت أمام كل العائلة أنها لن تجلس بعد اليوم دقيقة واحدة أمام الإنترنت إلا لدعوة وتنبيه الناس للخير وتحذيرهم من خطورته التي أبعدتها عن أعز ما لها وجعلتها تقطع الرحم دون أن تدري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فتاة صالحة تقية تراقب الله في كل تصرفاتها رزقها الله بزوج صالح وأنجبت منه طفلة جميلة كانت تعلمها تعاليم الإسلام ودائما تدعو الله أن يحفظها ويتولاها توفيت الأم الصالحة وبعد عام تزوج الأب من فتاة أخرى لتقوم بتربية ابنته التي يحبها كثيرا كما كان يحب أمها وكان حبه لابنته وذكره لزوجته يغضب زوجته الجديدة خاصة بعدما أنجبت هي الأخرى طفلة منه وتوقعت أن يهتم بطفلتهما وينسى ابنته إلا أنه كان يعتني بابنته عناية فائقة ويحنو عليها وحاولت بشتى الوسائل أن تصرفه عن ذلك فلم تنجح فبيتت زوجة الأب مكرا لهذه الطفلة وقالت سأدللها حتى تصبح بل هاء جاهلة بكل شيء لا تحسن عملا أو طبخا ولا أي شيء تحتاجه الأنثى في بيتها وكان الأب فرحا من معاملتها لابنته لأنها كانت تدللها كما يظن حتى إذا كانوا على مائدة الطعام والتفتت الإبنة إلى الماء ملأت زوجة الأب الكأس بيديها لتسقيها ولكن بفضل الله ودعاء أمها الصالحة كانت الإبنة ذكية وناجحة في جميع الدروس وكلما كانت زوجة أبيها تبغض إليها المذاكرة وتوهمها أنها مرهقة لتنام كانت الإبنة تذاكر ومن المتفوقات دائما وبعد تخرجها من الجامعة جاءها الخاطب ففرحت زوجة الأبي وأقنعت أباها أن يزوجها وفي عقلها أن ابنة زوجها ستفشل لأنها لا تعلم من أمور إدارة البيت شيئا ولكن عناية الله ثم دعاء أمها لها وفقها لزوج صالح لقد تزوجت من يحبها ويخاف عليها ويهيئ لها كل وسائل الراحة فالخدم يملؤون البيت وأمرها ينفذ قبل أن تنطق به فكانت عيشتها كلها سعادة مما زاد في غيظ زوجة الأب وملأ قلبها حسرا وبعد سنتين تزوجت ابنتها وكان زوجها رجلا قاسيا سبابا بخيلا عبوسا لقد أرادت زوجة الأبي أن تقتل هذه البنت المسكينة وتجعلها بلها لا تعلم من أمور الحياة شيئا ولكن الله عز وجل أراد بهذه البنت خيرا فحماها من كيد زوجة أبيها ورزقها بزوج يحبها ويرعاها بينما طلقت ابنتها بعد أشهر قليلة من زوجها وعندما استمعت زوجة الأبي إلى كتاب الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تابت إلى الله واستغفرته وفوجئت بابنة زوجها تأتي لزيارتها وتعرض على أختها الزواج من شقيق زوجها ففرحت الأخت وفرحت زوجة الأب وحمدت الله على حسن تدبيره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين رجل شقي لا يعرف في حياته سوى التنقل بين المقاهي والجلوس مع أصدقائه ليتحدث معهم عن أمور تافهة أو الخوض في أعراض الناس ولا يهتم بأذان المؤذن الذي يخبره بأن صلاة ستقام ورغم أن عمره اقترب من الأربعين إلا أنه لم يتزوج لعدم قدرته على تحمل المسئولية وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بالمقهى وجد رجلا كفيفا يجلس بجوار شاب كان الشاب قد وجد هذا الكفيف قد تعب وهو يمشي في الطريق فأخذه ليستريح بعض الوقت ثم يكمل طريقه وبعد قليل تركه الشاب ليشتري له بعض الطعام ولم يشعر الكفيف بمغادرة الشاب وإذا بالرجل الشقي يسمع الكفيف يتحدث إلى الشاب قائلا أشكرك يا أخي ونصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالجلوس على المقاهي حتى لا يؤذيك الدخان ولا تلهيك عن صلاتك وعمل الخير فالأعمال قصيرة وعلينا الاستفادة من كل دقيقة في طاعة الله عز وجل غضب الرجل وظن أن الكفيف يبصر ويقصده هو بالكلام خاصة أنه لا أحد يجلس بجانبه وعندما قرر الكفيف مغادرة المكان وضع هذا الرجل الشقي قدمه في طريق الكفيف يتأكد إن كان يبصر أم لا ولكن الكفيف سقط على البلاط وأصيب رأسه ونزف الدم منه وراح في غيبوبة فأسرع الجالسون بعلاج جرحه ثم أخذوه إلى المستشفى ولا يعلم أحد أن الرجل الشقي هو من أوقعه متعمدا وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس الرجل الشقي بالمقهى أخبره صديقه أن الرجل الكفيف الذي سقط أمام المقهى بالأمس قد مات وأن له زوجة وطفلين أحدهما كفيف والآخر يبصر فنزل هذا الخبر على الرجل كالصاعقة ولأول مرة يشعر بأحد ويبكي وترك المقهى في حزن شديد توصل الرجل إلى عنوان بيت الكفيف وفي أحد الأيام أخذ مبلغا من المال وذهب إلى أسرة الكفيف وأثناء انتظاره زوجة الكفيف ليعطيها المبلغ سامع الإبن الكفيف يقول لأمه لا تحزن يا أمي فأبي في الجنة إن شاء الله فهو لم يفعل إلا كل خير طوال حياته وإن كان على مصروف البيت فقد حفظت بمساعدة أبي القرآن كاملا وسوف أحصل على مكافأة كبيرة هذا الأسبوع وسوف أعمل أي عمل أستطيع القيام به ولن تحتاجي لأحد بك الرجل وهو يستمع للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشرة أعوام وأثناء ذلك جاءت الزوجة فغاساها الرجل وأعطاها المبلغ وقال لها هذا المبلغ كان لزوجك عندي من زمن وكنت مسافرا وعندما عدت وعلمت بموته حزنت كثيرا وها أنا أرد ما علي من دين وإن شاء الله سأتكفل بكم حتى وفاتي فلا تحملي هم أخذت الزوجة المال لأنها كانت تحتاج إليه كثيرا ولم تهتم إن كان الرجل صادقا في كلامه أم أعطاه المبلغ كصدقة تغير الرجل تماما بعد هذا الموقف فأصبح يصلي كل الفروض في المسجد وبدأ يعتذر لكل من أخطأ في حقه وقضى كل أوقاته بين العمل وقراءة القرآن وما بين الحين والآخر كان يتصل بالزوجة ليقضي لها احتياجاتها وبعد ستة أشهر ذهب إليها وسلم على ولدها الأكبر ثم عرض عليها الزواج لتكون هي وطفلاها في رعايته وليكفر عن خطأه في حق زوجها الكفيف وظل يقنعها حتى استطاع ذلك ومنذ ذلك اليوم والرجل أصبح أبا للطفلين تماما وزوجا مخلصا لزوجته كل ما يسعده هو قضاء حوائجهم وإسعادهم وكم أصبحت حياته هو أيضا سعيدة خاصة عندما يحفظ جزءا من القرآن حتى أتم القرآن كاملا ودع الله أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وتأخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أصاب الكبر الشديد رجلا تجاوز الثمانين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجنون ثم تعود إليه وهكذا كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب ولذلك وضعت الزوجات الثلاث خطة لطرد هذا الأب وألححن على أزواجهن إلحاحا شديدا حتى يتقبلوا هذه الخطة وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلنا له سوف نأخذك لدار للعلاج وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات الثلاث بعضهن في فرحة كبيرة وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فأتينا به عندكم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رحب الدار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان وعند خروجهم قالوا لبواب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل بنا عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه الثلاثة ليحضروا له ماء للوضوء فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له أنت في دار المسنين سألهم الأب متى أتيت إلى هنا قالوا أتيت في يوم كذا وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به قال الأب بحزن شديد هؤلاء أولاد الثلاثة ثم رفع يديه ودعا عليهم اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة وحرمهم من الجنة ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون